موسيقى حصبية مثل ما بيقول أنيسف رايحة هي كلمة سريانية تعني بلاد الفخار أو قرية الجرار ورد ذكر حصبية بالعهد الأديم بسفر يشوع بالتحديد على أن بلاد بني جاد نسبة إلى النصب الدين المقام عند أسفلها وهو عبارة عن مذبح للإله جاد أو بعل جاد ويقول المؤرخ الفرنسي رونيدا سو أن حصبية كانت مركز لعبادة البعل عند السوريين القدماء حيث أقيم نصب كبير لبعل جاد أو كاد وهو نفسه بعل حرمون يلي أعطى الموضع المذكور اسمه العظيم وعلى عاهد بني يعقوب دعيت حصبية ببلاد بني رأوبين أحد أخوة يوسف الصديق ويقول السفر يشوع أن سكان بلاد بني رأوبين منعوا العبرانيين وملكوا شاول من التقدم نحو منافذ حماه حصبية عرفت أمم وحضرات متعددة من الكنعانيين والفينيين للعبرانيين والأراميين والأشوريين والفرس واليونان وبعدهم العرب والأنباط وهؤلاء أعطوا النبطية اسمه وهنا لابد من الإشارة إلى أن الكاتب غالب سليئة بيذكر بكتابه تاريخ حصبية ومقلة أن السيد المسيح لربما زار مع تلاميذ بلدة حصبية وأدسة في أثناء تنقلاته التبشيرية وقدم العرب إلى وادي التيم وقاعدة وادي التيم هي حصبية يلي ألحق عمرو بن العاص كما هي بسكانها على مختلف مشاربهم بعد ما انتزع من البيزنطيين ويعتقد أن الصليبيين بإيادة الكونت ريموند سنجيل دخلوا حصبية بأدار 1099 قبل أن يتابعوا سيرهم للقدس وأيضا يروى أنه سمع من بعض المشايخ أن حصبية كانت بالبدأ دار صغير مكان السرايل الشابية وموقعة رأس البلدة وحول الصليبيون حصبية إلى باروني تتبع صيدة إداريا وقلعت لشئيف عسكريا اشتاح المغول وادي التيم وحصبية كالجراد الزاح في مطلع الكرن الرابع عشر فواجههم الأمير سعد الشابي وعاد إلى حصبية بعد ما هدأت موجة المغول أمام ضربات الممليك وبعد معركة مرج دابق عام 1516 وتسلم العثمانيين الحكم أنعم السلطان صليم الأول على الأمير منصور الشابي بحكم وادي التيم كما فعل مع الأمراء المعنيين في شوف ولما وقع الخلاف بين الأميرين الشابيين الأخوين أحمد وعالي انتقل الأمير فخر الدين الثاني إلى مشغرة حيث عقد صلح وميثاق بين الأخوين قضى باقتصامهم وادي التيم وهذه الواقعة أيضا موثقة ضمن مسرحية فخر الدين للأخوين رحبينه وبمعركة عندارا عام 1711 عضد الأمراء الشابيون الأمير فخر الدين التيم بأكتر من ألف مقاتل من سكان وادي التيم فكانت الغلبي للمعني الكبير يلي واعترافا منه ببسالة مقاتلي وادي التيم وشجاعتهم ولسيما الأمير علي أمير حصبية قدم القسم الأكبر من مغانم الحرب إلى الشهابيين حصبية بلدة عريئة جدا وفي كتير من الأمور التاريخية التي لابد من التوقف عندها وأكيد رح منكون بحلقات أخرى نكمل نحكي عن تاريخ هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر